فالقضية أعتقد أنها واضحة أنها وليس لدينا جيش كانت هناك محاولة محاولة في 2012 وخرجت عن هذه المحاولة بمساعدة نيتو والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك خرجت ما يسمى بنحو ورقة بيضاء لتأسيس الجيش الليبي وعرضها السيد طارق متري في أبريل 2012 على مجلس الأمن هذه الورقة لازالت موجودة وتتحدث عن كيفية بناء جيش ليبي من القاعدة إلى الأعلى وليس محاولة أن ترقيع هذه الجيش بواحد عمره 70 سنة وواحد متقاعد ورده من هنا وبطنه قدامه هكي ونقوله عليه جيش وواحد بلحية طيب إذن نتفق سيد البكوش أنه ليس هناك جيش ليبي لا في الشرق ولا نحن لدينا جيش سواء لدينا جيش أس обрат بالأ deleg Max وغد التعليم من القاعدة إلى رقمات جيش للهاتف غيرت عدم dale نضيب الضرق وتمينم لأ علم 요ضة زبان إلى رقمات التعليم Vishwa سيد المعبير أديم الله سيد المعبير أليم لدينا جيش سيignon